أروح مرة تانية لمقتطفات من كلام فخامة الرئيس النهاردة والرئيس اتكلم على حاجة مهمة جدا هي المدارس الفنية الجديدة قال في مدارس فنية تدرب العمالة الفنية المصرية وأكدنا لرجال الأعمال ان احنا مستعدين من خلال المدارس دي ان احنا نشتغل لصالح انتاج وتدريب العمالة ومستعدين للتوسع في هذا الموضوع طب اسمع بالزبط الرئيس قال ايه على القصة دي احنا مستعدين من خلال المدارس الفنية اللي موجودة وفيه رجال أعمال عملت كده يعني فيه رجال أعمال عملت مدرسة وفيه رجال أعمال استفادت من مدارس موجودة وعادت توظفها لصالح انتاج وتدريب حاجتها من العمالة يعني علمتهم في المدارس دي توخدتهم أو بتاخدهم بيشتغلوا عندها في المشروعات بتاعتهم اللي انا عايز اقوله هنا ان احنا مستعدين نتوسع في هذا الامر ومنشجع رجال الأعمال على ده على ان احنا النهاردة يساهموا معنا انا هنا مش بتكلم في مساهمة مالية انا بتكلم يساهموا معنا في ان هو مصار اعداد وتأهيل خريج من المدرسة دي يكون عنده فرصة حققية سوء العمل انا بكلم في النقطة دي طب الله ده انا شفت بقى بنفسي كم الاقبال من اولياء الامور على المدارس الجديدة دي وكم حماس الطلاب للمدارس دي حقيقي يعني ده انا شفته شفته يعني لما لقي كم ناس عمال عايزين ندخل ولدنا المدرسة الفلانية عايزين ندخل ولدنا ابني المدرسة العلانية ايه الاخير في حقيقي اقبال على ده لانه ده ناجم من انه في اقتناع بل هو يقين انه خرجين المدرسة دي بيشتغلوا هوى وده بجد